موسيقى موسيقى أهلا من كل مشاهدين قراءة الحياة في بينامج العيادة بينامج العيادة زي ما تعودنا هو بينامج يومي من السبت الخميس كل يوم عندنا تخصص مختلف وزي ما تعودنا كل يوم سبت عندنا عيادة علاج السمنة والنحافة طبعا قبل ما نتكلم في موضوعنا بنقول إن احنا مستنين أسئلتكو واستفساراتكو على الأرقام اللي بتظهر قدامنا على الشاشة اسألوا في أي حاجة بخصوص موضوع الحلقة أو أي حاجة ليه علاقة بالسمنة أو النحافة مستنين أسئلتكو فيها وكمان وسيلكم الاسم MSS ممكن تبعاته لنا على الأرقام اللي بتظهر قدامنا على الشاشة تحطوا صفوا تكتبوا اسم البلد اللي بتبعاته منها رسالة تلفقاتكم مهمة جدا لأنها بتفتح مواضيع كتير قوي الناس بتكون بتحب تسمعها وأوقات بتبقى اليومين دول في معلومة مثلا طلعت الناس عايزة تأكد من صحتها هل المعلومة دي صح غلط هل ده فعلا بيخسس ده ما بيخسس فالكلام ده كله بنحب نوضع الناس علشان خاطر نوضح لهم الصح من الغلط في علاج السمنة لأن السمنة دي أكيد من المشاكل اللي مقرقى الناس ومزهقاها في عيشتها ما بين لبس وما بين أبراض وما بين مشاكل اجتماعية كلها ليه علاقة بالسمنة موضوع حلقة النهاردة موضوع خفيف بيعجب الناس وعملي زيادة عن اللزوم يمكن هو مش طبي بحث اللي هو ايه لما نجوع أو نبرد ناكل ايه ونشرب ايه يعني ده سؤال طبعا بيتردد للناس مع بعضها يقول له انت جعان كل مش عايف سندويتش ايه حط ايه على ايه طب انا عامل رجيم وجعت وجسم بردان والجو طبعا كان سقع كده لغاية مبارح وحيسقع تاني يكيد فنكل ايه ونشرب ايه هو ده موضوع حلقتنا النهاردة بنقول لما نيجي نفكر الحاجة اللي ناخدها ما بين الوجبات او ناخدها خلال الوجبات وعلشان خاطر تشبعنا وفي نفس الوقت تكون سعراتها الحيارية منخفضة وفي نفس الوقت تخليني ادفة وما حيسش بالبرد لازم نختار وجبة تكون عميلها مش سهلة طب يقولك لا ده عكس اللي انا عايز ولا عايز او مجوع اكل على طول حاجة لو انا خليت الوجبة اللي ممكن ناخدها وجبة سهلة او الحاجة اللي نشربها سهلة قوي يبقى لو ليه نشرب ممكن سهل لكن الوجبة اخليها سهلة فحفضل كل شو هاكل منها كتير يعني مثلا لو قلت للناس كلما تجوع مثلا تعملك سندقيتش يجبنا بيضة ولا بيضة ولا مش عايز فيها هتلاقي في ثانية عملها لكن لو قلنا ان عند الاحساس بالجوع ممكن ناخد طبق شربة خضار او طبق شربة كرمب او طبق صغير شوية شربة عتس التلات حاجات اللي احنا قلنا عليهم دول محتاجين شغل عشان تتعابل بالنسبة لشربة الخضار ما نحطش اولا فيها بطاطس واي كمية من الخضارات نحطها ونسلقها بالمية مع اضافة توابل عليها بكل الواع التوابل معنا اتصال التليفوني وحنوجي نكمل الحاجات اللي هنشرب مدام فتحية اتفضلي مدام فتحية مدام فتحية الو بعد اذنك الدكتور انا عندي 67 سنة ايوا اتفضلي سؤالك وعندي مفاصل الرجب عايزة تغيير ايوا وفي نفس الوقت عندي عمل شراح ومصامير في دهر ايوا طولي مية وسبعين او مية اتنين وسبعين وازن مية ايوا بحاول اخسس نفسي ما بقدرش ابدا لان قلة الحركة طبعا مفيش حركة نهائية يعني على قد الحمام المطبخ بس هل في حاجة تساعدني ان انا احاول اخس شوية حاط حاط حاطب ده فتحية هو طبعا موضوع مشكلة المفاصل وخشونة المفاصل مع السمنة يمكن عملنا كذا حلقة على القصة دي وعافين ان في علاقة مباشرة ومش هتنفع المفاصل تتحل مشكلتها الى ما ننزل في الوزن حتى لو حد هيغير المفاصل زي ما مدام فتحية هتعمل لكن هي بتقول انها مش قادرة تتحرك خالص من موضوع مفاصلها ده فتعمل ايه عشان خاطر تخس وتاكل ايه وتشرب ايه حاجات اللي تزود الحرق ده برضو من موضوع حلقتنا النهاردة ان احنا هنتكلم النهاردة على حاجات بتزود الاحتراق شوية في الاكل وفي الشرب علشان خاطر نقدر نزود الحرق اللي في الجسم هنتكلم ايه الفاكهة اللي ممكن تعمل كده ايه الخضار اللي ممكن يعمل كده ايه حتى النشويات اللي ممكن تعمل كده ده موضوع حلقتنا النهاردة فعايز كمان ده فتحية تحضرينا لغاية اخر الحلقة وفي اخر الحلقة كمان هيكون فيه اه برنامج غزائي النهاردة مختارينه بطريقة جديدة انه هو يزود الاحتراق وفي نفس الوقت سعراته قليلة وفي نفس الوقت يضيع الاحساس بالبرد والجوع اللي الناس بتحس اه بيه لكن احنا بنقول برضو ان الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل ممكن بتعمل انواع من الرياضات داخل المياه انا عافل ان الجاو ساعة اول ما اقول كلمة مياه دي يعني كأن حاجة غلط يعني لكن في اماكن طبعا المياه متدفية فيها اماكن مغلقة دي مخصوصة للعلاج الطبيعي العلاج الطبيعي المائي اللي هو بسموه الهايدوثيرابي او العلاج المائي هو دلوقتي الحل السحري للناس اللي عندها مشاكل في المفاصل والفقرات والاعصاب ومش قادرين يتحركوا على الارض اللي هم بيتعبوا لو عملنا التمنات بتاعتهم دي جوه احواط سباحة وطبعا الاحواط سباحة دي مش اي حبام سباحة ده لازم يكون له اتفاع معين لازم يكون له ادوات معينة بتستخدم استخدام حاجة زي كده هو اللي هيساعد على تحريك عضلات الجسم وتنشيط الضوء الدموية وزيادة معدل السكات والدهون بدون منعم الاجهاد للمفاصل الموضوع هتقوله مش متوفى كتير لا في بعض الاماكن دلوقتي يبتدى يبقى فيها علاج مائي انا من الحاجات اللي بحبها اوي في علاج المفاصل هو العلاج المائي وده طبعا ينفع حد زي ما ده انفتحية لكن تابعينه لغاية اخر الحلقة عشان تاخدي كل الحاجات اللي بتزود الحرق مع كمان الرجيم اللي هيزود الحرق الواحد لما يجوع يجوع يعمل شربة خضار وبينه الخضار من غير ما نحط فيها البطاطس عشان نضمن حتى ان السعارات الحالية فيها منخفضة جدا حطوا فيها كل انواع الخضار مع التركيز على البروكلي والبقدولس ونحط عليها نوع من الترابل لكن المضطرين نطلع فاصل ونرجع نكمل الشربات والمشروبات اللي بتزود الحقيقة وتحسسنا بالشبع ابقوا معا بجدالكم مرة تانية بعد الفاصل وبنتكلم على موضوع نشرب ايه ونأكل ايه لما نحس بالجوع او نحس بالبرد وايه الحاجات اللي ممكن تزود لنا عمليات الاحتراق في الجسم علشان خاطر تساعدنا على قصة التخصيص هو ده موضوع النهاردة وكننا قبل فاصل اتكلمنا على اول حاجة اللي هي شربة الخضروات ومنقول ممكن ناخد كمية كبيرة منها مسدوقة بالمية فقط محطوط عليها توابل باي كمية بس الملح هو اللي يكون قليل قوي بس نركز في الخضروات ان يكون فيها بروكلي وفيها بقى دونس وفيها شوية نعناع وبقية الحاجات ما فيش مشكلة بقى الفصول الخضرة والكوسة والسبانخ خرشوف الارنبيت كمان تركيز عليه في الخضروات المسلوقة اللي بنعمل منها شربة الخضار ودي هتخلي عندنا اول المخ لما يلاقي انها بيعمل مجهود علشان يعمل الشربة فحيقول لا بلاش نجوة احسن ولو كلها يبقى احنا تطميني ما فيش سعرات حارية عالية هلاخد بس اتصال تليفوني ونرجع نكمل الحاجات المشروع معانا اتصال من راندا اتفضل يا راندا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته ازاي حديث يا دكتور الحمد لله بخير الله يخليك دلوقتي يا دكتور انا كنت ماشية على الرجميات بتاعت حضرتك انا كنت مليانة كنت تمانين وصلت دلوقتي للتلاتة وستين ممتاز دلوقتي حصل ترهولات في الفخد انا كنت مليانة من تحت اكتر من فوق بس اتصال بالنسبة لحاكتيني يعني انا عايز اعرف اخذ يعني اشد الترهولات الزيلة في الفخد ديت ودلوقتي ما بقاش عندي عزيمة للرجيم وخايفة ارجع تاني طيب بقولك هو انت لعبت الرياضة من الاول لا انا عندي مشاية يعني بس ما كنتش منتظمة عليها قوي ما كنتش منتظمة عليها طيب حاطب هو طبعا يعني دايما بقولها وبقولها كل حلقة يا جماعة الرجيم بتاعنا مطبط بالرياضة انا عايف ان في ناس كتيرة بترفض قصة الرياضة لكن انا بقول الرياضة قبل ما نبدأ الرجيم نبدأ الرياضة لان انا مش عايز حد يخس ويحصلوا ترهولات لان علاج الترهولات اصعب من علاج السمنة فنبدأ الرياضة من اول يوم حد يقول اصل الميزان اصل حنكون عضلات الكلام ده كله ما يهمنيش انا عندي التخسيس هو نزول دهون مش نزول وزن الواز طبعا بينزل بس الدهون هي اللي تنزل هو الاساس ويادة من اول يوم ولو حد عنده كما الشركة هو بقية في البيت فيعني استخدامها كل يوم نص ساعة صبحية على فكة بقى انا هقول لكم كده باجاز المش ده فيديته ايه اول حاجة هيشد الساقين وحيمنع الترهولات في التخسيس تاني حاجة حيمنع ظهور الدوالي في الساقين اللي بيشتكوا منها الستات كله بعد كده حيزود معدل السكات والدهون فحتى لو لخبطنا في وسط الرجيم حاجة بسيطة هنفضل نخس هيطلع مادة الاندروفين المادة اللي هي بتخلي المود بتاع الواحد حلو ويخلي الواحد مبسوط طول اليوم وما عندهش مشاكل هيعملي النشاط في الضوء الدموية فمش هنحتاج طول اليوم نشف شاي وقهو نسكفيه عشان نصحصح ونفضل نايمين وعندنا خمول حيحسن زي ما قلنا المود بتاعنا والدم اللي بيوصل للمخ فحيزيد التركيز بتاعنا لو حد بيشتغل شغلنا محتاجة تركيز او طلب او خلافه دراسات طالع على المشي انه هو بيقاوم تكاسر الخلايا السرطانية يعني ده موضوع طبعا كبير جدا يعني وعملوا برا كزا تجربة على ناس علجوهم بالرياضة وبالمشي من ارام الناس اللي عنده قريدي امراض نفسية بقى مش مود بس لا شزوفيني وخلافه لا ان المشي المدى الطويلة او رياضة المدى الطويلة بتعالج او بتساعد الادوية في شفاء الحالات دي الناس اللي عندها كوليسترول عالي المشي والرياضة بينزل الكوليسترول عالي بانواعه وخصوصا الدهنيات السلاسية اللي هي دايما بنعاني في ان احنا ننزلها لاي حد فالمشي والرياضة وخصوصا المشي بينزل الدهنيات السلاسية الناس اللي عندهم ضغط عالي لما حيمشوا كل يوم من نص ساعة لساعة الضغط بتاعهم هيبتدي ينتزم ومش هيبعالي وفرصة ان يحصل لقد ده لا جلطة في المخ او نزيف في المخ او الصداع والكلام ده كله بيجي من الضغط كل ده هيختفي الناس اللي عندها عدم انتظام في ضربات القلب وتلاقي بالليل كده يجي لهم رفرافة بتاعت القلب والكلام ده كله قبل ما ينام وخصوصا اللي عندهم سمنة لما حيمشوا كل يوم من نص ساعة لساعة هيحصل انتظام في ضربات القلب الناس اللي عندها مشاكل في خشونة المفاصل بقى الركب يقولك بقى لا بالعكس هتمشى هتقوي عضلات الساقين فهتقل خشونة المفاصل كل ده على فكرة المشي المشي بيعاليك حاجة بقى بيشتكم انها مصرين كلهم القولون العصبي والامساك الناس اللي بتمشي كل يوم من نص ساعة لساعة وخصوصا الصبحية القولون العصبي عندهم بيتحسن لانه في عصب بيسموه العصب الحائر هو المسؤول عن التهيض اللي بيحصل في القولون ده فالعصب الحائر ده لو رتاح بممارسة رياضة المشي اللي قولنا بتطلع مادة اسمان اندروفين بيتفيد كمان في تخدير العصب الحائر الامساك الناس اللي بتمشي وبتلعب رياضة وخصوصا بتمشي من نص ساعة لساعة في اليوم عندهم انتظام في حرجة خروج البراز وما يتمنى عندهم الامساك نهائي الناس اللي قاعدة لايمة في البيت دي وقاعدة قدام التلفزيون وقاعدة جوه السرير وما بتتحركش وبالعربية اصنصير عندهم امساك وعندهم صدع وعندهم ضغط عالي وعندهم كوليستول وعندهم سمنة وعندهم مشاكل في المفاصل وعندهم دواري عندهم كل حاجة يا جماعة المشي ده موضوع مهم جدا نفسي انزل مرة الشرع في مصر لايه على الكونيش الناس بتمشي لايه في الاندية الناس بتمشي اي نادي الواحد بيدخله النادي يكون ايه الناس اللي قاعدة 97% منهم قاعدين على الترابزات ما بتحركوش و3% بس اللي ممكن يكون بيمارس رياضة او بيمشي حتى في التراك بتاع النادي موضوع خطير جدا اللي ترياضة اللي احنا فيها انا قلت الكلام ده كله عشان رندا وطراهلات الفخدين والغاية ده ما جربتش عليك يا رندا بس هاقل تلفون تاني وحكملك الايجابة معنا معنا تلفون من الهند تفضلي يا هند مسأل نو لو صنحتك انت عايز اسأل بس على حاجة دلوقتي مفروض ان انا هخص محتاج ان انا خص 15 كيلو بس عني وشكالة ان انا بخص من فوق جامد جدا ومن تحت يعني بطيء وظروف حياتي اصلا بتخليني ان انا ماكلش غير بالليل لان انا شغري على طول بيبقى طول النهار فبرجع بالليل متأخر فاديتوا اعتبروا بقبل اسفين انا بكلها بالليل فايه الحل بقى علشان انا محتاجة ان انا انزل 15 كيلو دول بش ما انا 15 حددتيهم علشان انا يعني هم انا دلوقتي وزني حوالي 72 قصون وانا طولي 154 اه انا محتاجة ان انا فانت حددتيهم 15 اه كب حكاية انك بتشتغلي طول النهار وبتاكلي بالليل انت بديش تاخدي معاك اكلة الشغل اه لا لان انا ظروف شغلي بتبقى صعبة ساعتين لان انا بشتغل اصلا اصلا في الجيم بس انا مش عارفة يعني اه باب بطحة الموضوع بتاعي يا سبحان الله ماشي هند ماشي طبعا دي من الحاجات اللي هي بسموها النوادر والطواقف ان يكون حد بيشتغل في جيم وعنده مشكلة ان النص التحتاني مليان ونص الفؤاني وفيع مع ان في الجيم فيه انواع من الرياضات اللي هتنزل النص التحتاني يا هندو انت اكيد يعني عارفة الموضوع ده كويس فيا يد تبدأي فيه تمينات الحرق للمنطقة السفلية مش تمينات بناء للعضلات تمينات حرق للمنطقة السفلية يتوقفي تماما اكل الدهون المشبع بانواعها جلد فراخ دهون لحمة سمنة محطوطة في الاكل منتجات البان شوكولاتة كل الحاجات اللي فيها دهون اللي هي بتربي المنطقة دي بزيادة وتعملي تمينات بناء للمنطقة العلوية يعني تزودين محتوى العضلي في المنطقة العلوية فيبتدي يحصل تناسق في الشكل بين المنطقة الفؤالية والتحتانية قصة الوجبة الكبيرة بالليل ده طبعا ما تنفعش ان شاء الله تاخدي معاكي اربع سندوتشات في اربع تنصاص عيش بلدي بلدي وكل واحدة فيها حاجة ما تتخنش قوي واحدة فيها بيد واحدة فيها فول قلنا مش هنديكي جبنة عشان خاطر النص التحتاني بتشيكي منه واحدة فيها بيد واحدة فيها فول واحدة فيها مثلا تونة التالتة فيها شرايح سدور فراخ وكلهم مليانين خاص واخيار بكمية علشان يبقى فيها كمان معاهم خضر الاربع دول حطيهم معاكي في حاجة كل تلات ساعات طلعي واحد منهم وايه وكليه كل تلات ساعات اما تيجي طرواحي بالليل هتلاقي الوجبة الساخنة اللي هم عاملينها هتاخدي اقل القليل يعني لو ربع فرخة خدي نص الربع لو حطين رز خدي تلات معالي رز خضر خدي كمية صلطة خدي كمية بس الاربع سندورشات اللي انت كالتيهم دول هيغنوكي انك انت لما ترواحي انك تنزلي على الاكل الطائرة النهم والمجهود اللي انت بتعمليه ده وبعدها لازم تقعد حوالي ساعتين تلاتة ما تناميش لشان خاطر نضمن ان الاكل بتاع بالليل ده ما يدركيش وبس عايزين سريعا نرد على رندا بنقول لها ان التراهلات اللي حصلت دي فيها جهزة رندا حديثة جدا فيها كافيتيشن وفيها موجات صوتية وفيها اشياء تاعت الحمراء وفيها موجات كهر مرسية بتشد التراهلات دي بتشدها كويس جدا مع برضو اللف التنحيفي اللي اتنين مع بعض هيجيبولك نتيجة هيلة اما بقى انك زهئتي من الرجيم فاحنا منازلين نرد رجيم شوية مختلف شوية هيحركلك شوية عمليات الاحتراق في الجسم وبالمناسبة طبعا الرجيم ده هننزله بعد الفاصل اللي جاي بس احنا مش صارعين فاصل بعد الفاصل اللي جاي عشان كل واحد يبقى يحضر الالم والكشكول ولو حاجة هيصور بها على طول الرجيم ويقعد يكتبه على مهله بعد كده الشهر ما عندناش اعادة لحلقة العيادة فاللي هيشوف هيشوف دلوقتي معنا اتصال تليفوني من ويهام سلام عليكم عليكم السلام يا دكتور انا عملت اكثر من مرة انظمة رجيم وكده والاسف انا ما بكملش بصراحة بس عملت اخر مرة نظام خاصيت كنت مير 17 وخاصيت بقيت لحد الوقتي مية كويس وبطلت يعني انا كنت خاصيت اكثر من كده بصراحة كنت خاصيت لحد من جيت 93 وبعدين ارجعت زيت تاني بطلت شوية ارجعت زيت الفترة معينة يعني حوالي شهرين وبعدين بكات زيت تاني فانا دلوقتي عايز اعمل نظام كويس بحيث استمر عليه واخذ انا دلوقتي انا طولي اصلا مية تمانية وستين ومحتاجي على الاقل انزل عندك كم سنة يا ايهام نعم عندك كم سنة عندي تمانية وعشرين انتي انيسة ولا مدام لا مدام انا جابته مرة قبل كده مرة ام او زيت السبعتاشر كيلو دول او اكتر حوالي 20 كيلو بعد الولادة على طول طيب عندك حافز قوي ولا لا للنزول عندك طبعا عايز اخسر اكيب يعني خصوصا انا بديه وقتي فترة كمان ستة شهور سبع شهور عايز اخسر فيهم اكيب طيب حاط طبعا دي مدة كويسة حوالي ستة شهور عشان تنزلي من مية مثلا لوزن يكون معقول يكون يعني موضي بالنسبالك ما قلناش الوزن المثالي بس وزن يكون موضي بالنسبالك طبعا انتي عفل احنا بننزل يجيماد هنا للناس الوزنها من سبعين لتسعين كيلو احيانا بننزل على البيتج في الفيسبوك بننزل الناس اللي هما سمنا مفرطة لكن اللي بقدرش يدخل عليها ممكن هنا يشوف من سبعين لتسعين كيلو هتزودي حوالي خمسة عشر في المية زيادة في الكمية اللي احنا بنكتبها عشان تتوازن مع وزنك لان دايما اللي ما بنده سوقات حريقة ليلة قوي بالنسبة للوزن بتخس شوية وبعا كده بتقفي ما تعافيش تخس تاني لكن لو فضلنا ندي سعرات حريقة أقل شوية من اللي انت بتحرقيه هو ده اللي بيجيب نتيجة حتى احيان لو لقينا الوزن وقف ممكن نسمحلك بأسبوعين تلاخباتي فيهم او نعملك ريجيم بيسموه ريجيم الموجة اللي هو في نفس جدول ريجيم في الأسبوع اعلي سعرات ونزل سعرات يوم عن يوم علشان خاطر اقدر انزل في الوزن دي كلها بيسموها حرفة التخسيس يعني ازاي نقدر نتعامل مع كل حالة على حدة لكن احنا من منطلق طبعا الشاشة بتاعتنا هنا بنحاول نفيد اكبر عدد ممكن من المشاهدين الملايين طبعا اللي بتتفرج علينا فبنقول اوقات كلام عاملة كيفية اوقات حاجات خاصة قوي نقدر نستفاد بها زي كده انا هنزود شوية عن الكمية اللي احنا بنقولها موضوع رياضة بالنسبة لك ده موضوع مهم جدا وانت سمع من شوية كانت حتى النبه بتاعتي كانت قوية جدا وانا عمل اقول رياضة المشي وهبتعملوا فويدها كلها ايه علشان خاطر بس الناس ايه نركز معاهم الحافز والموتيفيشون مهم اوي طبعا بالنسبة لحالة بتاعتك تاني حاجة بقى في الحاجات اللي ممكن نشربها لما نحس ان احنا جعنين وصعاتها الحرية تكون منخفضة هي شربة الكرومب وده ملوش علاقة بحاجة اسمها يجيب الكرومب يعني ما ينفعشي ان انا اعتمد طولي اليوم على شربة كرومب عشان يكون بس واضحين يقول الدكتور بقى قال ان احنا نعمل يجيب الكرومب لا انا بقول ان احنا لما نجوع ممكن نعمل شربة كرومب وهي مزيتها انها مشبعة جدا فممكن تحسسنا ان احنا شبعانين وخلاص مش هتجين ناكل وده برضو الكرومب العادي بيتسلق كويس جدا ويتحط بيتهري كده يعني من كتر السل ويتحط عليه توابل وبعد كده ناخده نضربه كمان في الخلاط علشان اضمن ان الواق دخل مع الميا كله حاجة واحدة كده هو سخن كده او نسخله حتى بعد كده علشان بعد الخلاط اكيد هيكون بيرد شوية نبتدي بقى ايه نشرب منه حيدخل في المعدة يعمل لها عملية امتلاء ضربه في الخلاط حيمنع قصة الانتفاخ اللي بيحصل من الكرومب هو بيخلي جدار المعدة كده يعني زي شبه طبطينة لجدار المعدة فبتقلل الاشارات اللي بتوصل من المعدة الخلايا المخ اللي احنا جعنين معنا اتصال تليفوني من ام عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا يعني عايز اتسأل حدك على نظام غذائي ان انا يعني امشى علي انا وزنني اكتر من 130 كيلو ايوه وانا مشكلتي كلها عند في البط والدة قيسرية خمس مرات خمس مرات قيسرية ايوه طيب حاضر ام عمر عندك حاجتين لازم تعمليهم اول حاجة يجيب اللي احنا بننزله ده حتضابيه في اتنين على طول بقى عشان الكمية بس احنا 130 كيلو اما البطن خمس ولادات قيسرية في البطن علاجها مش ممكن يكون بجلسات مش ممكن يكون بميزة ثابي علاجها عند جراح تجميل لازم يعملك عملية بيسموها عملية الطامي تاك اللي هي بيفتحوا المنطقة الصفلية كده عند مكان القيسرية اللي انت عاملها بس بتبقى اوسع شوية بيشيلوا الدهون اللي جوة بيشدوا العضراب بيشدوا الجلد بيقصوا الجلد الزيادة والكلام ده كله بيشدلك البطن لكن طبعا خمس ولادات قيسرية استحالة يفيد فيها لا رياضة ولا هينفع فيها جلسات انا بحبها بقى صريح علشان خاطر بس ايه ما نقولش حاجة يدارش نعمله لكن بنقول ولاده اتنين بالجلسات طبعا بتجيب نتيجة كويسة مع رياضة مع الربط التنحيفي تالت ولاده على حسب لو ولادات طبيعية على تالت ولاده ممكن برضو تجيب نتيجة كويسة لكن اكتر من ثلاث ولادات الموضوع عند جراح التجميل يقولك طب ليه من الاول اروح لجراح التجميل وما اعملش جلسات نا الموضوع برضو هي مش عاملها صغيرة وهي بتسيب علامة كبيرة اوي ماشية بين مفصل الحوض هنا ومفصل الحوض هنا وهلالية يمكن بتدايق في شكلها ستات كتير جدا يمكن الصورة اللي بتتنقل برضو من مكانها وبترجع يعلوها تاني فوق بتدايق بعض السيدات يقولك ده مش الوضع الطبيعي مثلا اللي كان موجود الاول فيعني هاملها هي مش سهلة اوي لكن في حالات بالاضطار لازم نحولها لجراح تجميل عشان يعلكها فقلنا تاني حاجة هي شربة الكرومب وقلنا شربة الكرومب بتضرب في الخلاط علشان واقي الكرومب ما يعملناش الانتفاخات اللي بتحصل في الغريز بعد كده عندنا شربة العدس شربة العدس لو ما تحطش فيها الطشة التقيلة اللي بالسمنة والكلام ده كله حبة زيت خفيف كده وعملنا منها شربة العدس اكيد هي من الشرب الشتوية المهمة جدا والمعلومة اللي الناس لازم تعرفها ان العدس في نسبة حديد عالية يعني الناس البسطاء اللي مقدروش يأكلوا ولادهم لحمة كتير علشان او كبدة علشان يدوم نسبة الحديد وخصوصا البنات في سن ابتداء من المراهقة وطالع يعني ابتداء من وجود الضوء الشهرية وفقدانهم للحديد كل شهر في الدم بتاع الضوء الشهرية محتاجين ياخدوا حديد الحالة المادية زي ما انتم شايفين الناس ما تقدرش يجيب لحمة وكبدة كتير فممكن عن طريق شربة العدس يستفادوا ببعض الحديد اللي فيها وحكمل فوائد شربة العدس بس ناخد اتصال تليفوني معنا اتصال تليفوني من مريم ألو ألو أيها مريم اتفضلي إزايك يا دكتور الحمد لله تمام هو برسي يا دكتور أنا وزني لا تولي 164 ووزني 74 كويس ولكن جسمي متنسق جدا مع عضل بطني يعني هو كان الاول من سنتين تقريبا الوزن التاعي كان بيتروح من 65 ل70 أما عدى فجأة لربعة كيلو زيادة دول بقيت البطن زيادة شوية يعني أنا مش عارفة نفضلها إزاي أنت عندي كم سنة يا مريم عندي 29 أنسى أو لمدام لا أنسى طيب يعني هي البطن زالت شوية في الفترة الأخانية أه أنت شغلك فيه أعد بس مش كتير أنا بعض وقف يعني مش دايمة الأول يعني بتتحرك بتتحرك في شغلك بتتحرك وحركتي زي دا قوي وكمان بفتر وبتغدى حتى مش بتعشف طيب كويسة ورياضة بقى في النص الأخبار إيه لا ما فيش ما فيش رياضة طيب حاط أنا شايف أن المياه ما عندهش مشكلة قوي أنت ريجيم اللي بنزله دا يعني تبكال ينطبق عليك أنت ناقصك موضوع تمينات للبطن البطن ليها تمينات كتير جدا هنقولها كده واللي يقدر يتخيلها أو ينزلها من العنت فيه تمين يعني بتنامي على ظهرك بترفع رجليك الاتنين لغاية ما تصيرهم لأقصى ما يمكن وتنزليهم ببطء التمين التاني بتتني ركبك وبتخديهم على صدرك وتحضنيهم بأيديك كده وترجع تفديهم تاني ببطء التمين التالت إن حد يسبتلك رجليك وتقومي بجسمك بالجزع كله وتخلي كعانك يعني تحطيها فوق دمائك وتخلي كعانك تلمس ركبك دا التمين التالت التمين اللي بعد كده إنه وانت نايمة على ظهرك بتقومي بالمقعدة وبتنزلي هي مش ببقاش قوام لمسافة عالية وبتنزلي التمين اللي بعد كده وانت نايمة على ظهرك بتشفطي بطنك للآخر وتعدي 1-2-3-4-5 وتسيبيها وتشفطيها تاني وتعدي 1-2-3-4-5 وتسيبيها كل دي تمينات للبطن كل واحدة من دول بنبتدي تمينات بعشرين عدة لكل تمين وكل أسبوع نزود العشرين وتلاتين 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 لغاية ما نوصل خمسين عدة لكل واحدة عايزة تعملي بقى حاجة علاج موضعي على طول بنعمل حاجة البطن دي على طول بنديها حقنا موضعي مع بعض الجلسات هقولك عليها بس بعدها بنرجع من الفاصل وفتكوا الألم وكشكول علشان جدول الرجيم وبقوا معنا موسيقى 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 ايه ونأكل ايه عشان نزود الاحتراق والحس بالشبع ومع الجو الشتاء اللي احنا موجودين فيه وكان بس قبل الفاصل كان معنا مريم كان بتسعى موضوع البطن وكلمناها شرحنا لها رياضة كلها اللي بتنفع لمنطرة البطن لكن لو عايزة حاجة تانية بقى يعني تتعامل في عيادة او في مركز طبي ممكن بتعملي حق موضعي موسيقى موسيقى المدة مرتين اللي هو البرتوكولات الحديثة بقيتش بتاعت كل اسبوع دي او كل اسبوعين هي مرتين مرة وبعد شهر شهر ونص بتعملي المرة التانية ده بيعمل تكسير للخلايا الدهنية وخروج الدهون منها من المنطقة دي وبيعمل يعني نعمل انواع الشد للجلد بالداخل يتبعها على طول جلسات بنعملها بالليزر او بالموجات الصوتية الليزر ممكن برضو بنستخدم معها الموجات الكهوبارسية او الموجات الصوتية بنستخدم معها الكافيتيش بنستخدم معها برضو موجات كهوبارسية واشاعة تحت الحمراء وفي التلات حالات نلحق ان مع الجلسات دي او الجلسات دي لازم يكون فيه ربط تنحيفي لمنطقة البطن علشان نتخلص من الدهون اللي طلعت دي ما نسيبهاش تتكسر في الدم والكلام ده او تكتر يعني فلازم الرياضة بتاعت الربط التنحيفي وان كان الموجات الكهوبارسية بتعمل شغلك بيه جدا في الجزئية دي وبتخلصنا من الدهون وبتعملها عملية احتراق مع الاتصال التليفوني من اماني وبعادية هننزل جدوى الريجيم اماني تفضلي السلام عليكم عليكم السلام احضر الله بركاته لو سمحتك دكتور معلش عايزة بس اتسأل حضرتك عن حاجة تفضلي انا وزي 115 ايوه وعندي 32 سنة ايوه ومتجوزة بقى لي 7 او 8 سنين ايوه ومحصلش انجاب بسبب السمنة وكده وعملت كذا نظام وفشلت وطبعا اكبر مشكلة عندي في منطقة البط انا وزني 159 سنة طولك 159 طولي اه أسفة ووزني 115 مش عارفة خستخلص يا دكتور الموضودي عمل لي اكتئب جميل جدا اخبار المياه عندكم في الشوائع ايه خفت ولا لا خفت شوائع الحمد لله من الشمس ولا سحبوها لا من الشمس من الشمس ربنا ادالي شمس حلو والله ايوه الحمد لله ماجه حاضر ربنا طبعا بيقطع من حتة وبيوصل من حتة فلازم الشمس برضو بتحللنا مشاكل كتير المهم احنا قصة طبعا الناس اللي عندها سمنة مفرطة بيكون عندهم مشكلة فعلا في تأخر الانجاب والطبويد وتكاوس المبيضين ففي جميع الاحوال بنقولك انك ابتدي معنا رجيم كل اسبوع وان كان هتاخدي كمية اكبر شوية اللي احنا بننزله عن جدوى الرجيم بننزله كمان شوية دا اكتبيه وزويدي حوالي 25% زيادة انت في اسكندرية تقدري تمشي يعني عندنا الكرونيش يعني المناطق كويسة لو ما فيش مطر طبعا تقدري تمشي مثلا كل يوم حوالي ساعة تقدري تعملي تأمينات ويضيها في البيت ويريد تعملنا التحليل بتاعة الغدة الدراقية وهرمون اللبن ومقاومة الانسونين وصورة الدم علشان نعف اذا كان فيه سبب تاني ما اخر مسألة النزول لو ما فيش سبب ماضي بقى خلاص يبقى احنا هندبع الرجيم وممارسة رياضة المشي هننزل دلوقتي جدول رجيم الاسبوع ده الجدول ده على فكرة هينزلكو كويس جدا لو عملناه بالضبط الفطار كوباية شاي او لسكافيه بلبن خالد دسم ومعاهم معلقة عسن نحل بعد ما نخلص معلقة العسن نحل ياما نشرب فنجان شربة عتس الصبحية كده في الدفع في البرد ده اكيد عمليها مفيدة او تلات معالق فول عليهم معلقة زيت زتون او زيت حار ومعاهم ريف سن او نص ريف بلدي جدول الغداء زي ما تعودنا كل اسبوع عندنا وجبة مفتوحة وبنأكد انها وجبة واحدة مش يوم كامل اليوم التاني عندنا ربع فرخة ودي تبقى براحيتكم ما شوية مسلوقة في الفرن المهم تكون منزوعة الجلد ومعاها خمس مغارف شربة كرومب مضروب في الخلاط ومعاها طبق صلطة خضرة كبير اليوم التالت عندنا تمن كيلو لحم مشوء او مسلوقة في الفرن تمن كيلو دي قطعة كبيرة كويسة يعني معاهم خمس مغارف شربة خضروات زي ما قلناها كده في اول حلقة بتتعامل ازاي معاها طبق صلطة خضرة جينا فرصة الاسبوع بقى اليوم الرابع فبترينا ناخد نشويات مع البروتين نص كيلو سمك مشوي او معمول في ليه في الفرن معاها اربع معالي ارز ومعاها طبق صلطة خضرة كبير اليوم الخامس ربع فرخة تاني برضو مسلوقة مشوعة في الفرن ومعاها خمس مغارف شربة عدس زي سلطة خضرة اليوم السادس 8 كيلو لحمة بشوية او مسلوقة في الفرن ومعاهم خمس مغارف شربة طماطم زي سلطة خضرة ويقيت الشيف بتاعنا ان شاء الله بعد في بنامج المطبخ تطلوه منه يعمليها شربة طماطم ضايت عشان نقف نعملها ازاي اليوم السابع عندنا علبة تونة متصفية من الزيت زائد صلطة خضرة زائد ريف سن على فكرة فيه ناس بتاخد التونة وتحطها في التوست السن البني وتحط عليها شوية فلفل وشطة وتدخلها كمان في الفرن او في التوست او في المايكويف يسخل فالتونة لما بتسخل معلقاش طعمها بيبقى جميل جدا بس اللي يجربها اللي ما جربهاش يفتك انها حاجة غيبة لكن يجربها حيلاقيها لزيزة جدا العشاء هو العشاء التخليلي بتاع زمان علبة زبادي وثلاث صمارات فكهة ولو حد بقى مش قادر خالص على الزبادي والفاكهة بالليل بسبب الساعة ممكن يستبدلها بمغرفتين شربة خضار او شربة عادسة فيش مشكلة ويبقى جدوى للرجيم بتاع الأسبوع ده كله بيخسس جامد جدا عايزكم تقولولي الكومنتات بتاعتكم ان شاء الله الأسبوع الجاي معنا اتصال تليفوني من شايماء تفضل يا شايماء هلو عارف راجز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دف راجزة حضرتك عن وسيلة لتقليل حجم السادي لتقليل حجم السادي او انت وزنك اديه وزن اثنين وثمانين اثنين وثمانين كيلو طيب حاطب موضوع طبعا السادي ده موضوع درجاته فيه اوقات حجم السادي بيبقى كبير لمرحلة ان بيقصر على الفقرات العلقية وبيقدي الى انزلاغ دروفي في العلق وفي الحالة دي لازم التدخل الجراحي يعني حد خلاص جاله انزلاغ دروفي او عنده الام شديدة في الفقرات العلقية فلازم تدخل الجراحي التجميل عشان يزيل جزء من الحواصلات اللابانية اللي جوه السادي ويصغر السادي لكن لو الحجم زايد فمدائي في الشكل بس يعني مش المرحلة اللي هي بتاعت تشد على الفقرات العلقية فالحالة دي بنتبع نظام ريجيم طبعا عادي ومعها فيه تامينات رياضية بتتعامل لمنطقة السادي عشان اول عضلات لمسكة السادي وفيه ممكن استخدام الموجات الكهروماغناطسية عن طريق كبس كده معينة بتركب في السادي علشان خاطر تشده اسمها تشده يعني مش تقلله ودي ما تخافوش منها ما لقاش اي تأثير على اي خلايا لو فيه تاريخ او رام او سعطلات او الحاجات دي دايما الساديات بتخاف من اي حاجة في الساديها لا الموجات الكهروماغناطسية دي اامنة جدا في الموضوع ده اما حاجة دي احنا ما نستخدمش لزر في السادي الليزر ما بيعامش حاجة جمعة بس ما نستخدمش في السادي يعني نوع من النوع الامان وطبع المايكويف ده اكيد مش موجود فيه طور العلاج بتاعتنا خالص ولكن لو السادي خلاص اصغر من كده كمان وتقضي بالتمينات ويدية بس تشده هيبقى شيء كويس هنرجع لموضوعنا تكلمنا على شربة خضارة تكلمنا على شربة الكروم تكلمنا على شربة العدس طب نشرب ايه بقى يا عحباديني نشرب ايه طبعا المشروب السحري للتخسيس هو الشاي الاخضر الشاي الاخضر وانا بفضل الشاي الاخضر اللي بيجي ورق ده من بره ده بيدغلي غلوة خفيفة ويتشرب بيزود معدل حق سكراته الدهون كويس بيسخن الجسم بيخرج المية الضرة من الجسم لكن فيه ناس وقدرش يتجيبه فانا موافق على الشاي اللي هو الاخضر اللي هو الفتلة مفروش مشكلة المشروبات العادية زي الشاي الاحمر بقى العادي مع اضافة لبن خالد دسم عليه علشان ما يضرش المعدة بتاعتنا وما يعملناش امساك برضو مشكلة في موضوع فتلة الرجيم شرب الارفة بالجنزبيل يعني دي من الحاجات اللي بتسخن الجسم هي ميش بتخسس وطاردة ليه المية الزيادة اللي في الجسم وبتدي احساس بالدفء وكل واحد منهم ممكن يتشرب لوحده يعني ممكن يتشرب الجنزبيل لوحده وممكن تتشرب الارفة لوحدها وممكن يضاف لبن على الارفة بس يكون لبن خالي الدسم ده برضو هيدي احساس بالسخونة والحرارة ويقاوم البرد بتاع الشتاء من غير ما نلجأ للأكل يعني ممكن لوحد كل ما يكون جعان يعمل مشروب من المشروبات دي يبقى قولنا الشاي الاخضر بعدي الشاي العادي بعدي الجنزبيل بعدي الارفة ممكن خالط الجنزبيل بالارفة بما ان عصير التفاح وعصير الكيوي من الحاجات اللي بتساعد على الحرق فممكن عصير الكيوي عصير التفاح التفاح بيتسخن ويتحط فيها عيدان ارفة ويتشرب فده برضو من المشروبات يمكن مش معروفة مصريا قوي لكن من الحاجات اللي بتزود الاحتراق صعراتها الحرقة مش عالية وحتى بتعالج حاجات تانية زي الكحة وخلافه فيبقى عصير التفاح او عصير الكيوي الساخن ومعها عيدان من الارفة بعد كده عندنا المشروبات التقليدية العادية زي الينسون النعناع التليو الكاوية كل المشروبات دي ساخنة اكيد بتدي احساس بالشبع وبتدفي الجسم وممكن ناخد على فكرة كل ساعة مشروب من دول مدام مفيش سكر مدام لو حطينا لابن يبقى لابن خالي الدسم يبقى فيش مشكلة عندنا الناس تقولك طب انا ما بقدرش من غير سكر ممكن ناخد سكر بديل وسكر بديل دواتي انواع كتيرة انا لغاية النهاردة ما عنديش مشكلة مع مادة الاسبارتام لكن في ناس عندها مشكلة في ناس بتقلق واحنا مع قلق اي مواطن زي ما بيقولوا يعني احنا بنسمع كل واحد فبنقول ان في انواع طبعا من السكر خالية من مادة الاسبارتام ممكن استخدمها مع الاتصال تليفوني من ام محمد افضل يا امو محمد السلام عليكم عليكم السلام ازايك يا دكتور الله يخليك افضلت انا عندي محمد واردين سنة ايوه انا مريض السكر وفي الحقيقة حاولت اعمل ضاية وقت طويل جدا يعني معرفتش التزم باي طريقة فهل في علاج تمرينات رياضية مثلا تساعدني او حاجة بعيدة عن موضوع الاكل ده بس بعده لازم هتلتزم بالاكل شوية في الحقيقة مش عارفة مش عارفة التزم باي حاجة لموضوع رجيم انت بتخدي طب انت السكر بتخديله حوال انسولين ولا اص او باخد حوال انسولين حوال انسولين طيب حاضر هي مشكلة حوال انسولين انها فعلا بتخلي اتباع ريجيمات بيبقى شوية صعب وان كان بنعمل احنا ريجيمات برضو لمرضى السكر اللي بتناولوا الانسولين المنطقة اللي بتحين فيها الانسولين يمكن بحيث انها بتجبر شوية مثلا لو بنحن في البطن في الفخاد بنلاقي التجمعات فيها معاينة من الدهون فالكلام ده كله بيداي الناس اللي بتاخد العلاج موضوع الرياضة طبعا لمريض السكر ده موضوع مهم جدا لانه ده اكتر حاجة بتعمل عملية تنظيم لحرق النشويات احنا بناخد الانسولين سواء خدنا من بره او بنكريات صلعوا لكن انه هو يتحب النشويات ويحرقها ويويوي والقصة باقتها دي دي لازم تتم عن طريق ممارسة الرياضة بتسهل الموضوع ده فاي نوع رياضة يا ام محمد تنفعك اعمليها اي نوع رياضة حاسة ان لو بتعبش مفصلك اعمليها بشرط انها تكون اكتر من نص ساعة يعني من تلات تربع ساعة مثلا وخلي باقي انت عندك مشكلة في السكر فلازم قبل وتبتدي تبتدي الرياضة تاخدي صمارة فكهة تكلية كده تفحاية مثلا وبعد ما تخلص الرياضة تاخدي برضو صمارة فكهة تانية علشان خاطر لو حصل هبوط في السكر نتيجة الرياضة ده ممكن دخلك فغيبوبة ودوخة وحاجات زي كده لكن برضو تنظيم الاكل بتاعك انه هننظم الوجبات يعني مثلا احنا كدبين تلات وجبات اقسي يوم لخمسة اقسي يوم لستة كل ساعتين تلاتة خدي وجبة صغيرة ده هيفئ معاكي قوي في نزول الوزن نرجع تاني لموضوعنا وقلنا الناس لما تحس بالجوعة تعمل ايه في حد يقولك بقى ايه انا موضوع شربة الخضار وشربة الكومب وشربة العتس والمشروبات الساخنية دي كلها كل ده انا ما بيحسسنيش بالشبع نقول لتوجه بقى للقاعدة الاولانية ان قبل كل وجبة لازم تشرب كبايتين مية عشان تعمل عملية امتلاق للمعدة يقولك شربت وكلت وحتى شربت خضارة بتعملش حاجة في الحالات دي هو بيحتاج حاجات بيسموها صلبة شوية في الاكل واكتر حاجة ممكن تسد النفس صلبة هو البيض المسلوق البيض المسلوق يمكن بيدي احساس بالشبع لمجرد اكله او ان هو كمان لما بيدخل المعدة الهضم بتاعه مش بالسولة دي فبيدي برضو حالة من الشبع فاللجعان او ممكن يسلق بيدي وياخد معها ربع غيف بقى دي لكن نرجع نقول ايه طب احنا نخلي اصدى الوجبات بتاعيتنا فيها حاجات تقلل الشهية يعني لو حبينا نستعمل النشويات ناخد البطاطس بدل الرز او المكارونة ودي هتزود لي الاحتراق في الجسم وحتديني شبع لفترات اطول وهضمها هيبقى ياخد وقت اطول فمش هجوع لو كنت بطاطس الحاجة التانية طب لو انا اكلت رز اكل قاني رز الرز اللي مش متقشر اللي مش متبيض الرز البني هو اللي ممكن يقعد في المعدة فترة اطول ويدينا احساس بالشبع فترة اطول يبقى انا خدت نفس السوعات الحارية اللي باخده من الرز العادي بس اخدته من نوع رز تاني اللي هو الرز البني وده قعد معايا مدة طويلة طب في اخبار عن الفريق ايوة الفريق ده مش ناس كتير تعرفوا لكن ده بنعتبره من الحبوب الكاملة اللي هي الهضم بتاعها بياخد وقت طويل فممكن استخدمه كنوع من انواع النشويات هنهض برضو اعتصال تليفوني معانا نادا تفضل يا نادا اه ممكن بس اتعد اللي هي ايام الاسبوع تاني الوجيم اه يعني حاولي بقى تخديمنا على البيتجو خلاص احنا في اخر الحلقة فمش هيبقى عندهم وقت ينزلوها معلش بقى انت الاسبوع الجاي يركزي معانا على طول من اول حلقة لكن اه ممكن ان شاء الله من على الفيسبوك تلعيه احنا بصي بنبدأ احنا بنبدأ كل اسبوع الساعة 12 الضهر ان شاء الله اه لحد الساعة واحدة العشرة وبننزل جدوى اللي يجيهم غالبا بعد الفاصل التاني فياريت من الاسبوع الجاي تبتدت تابعينا من اول الحلقة معلش يا نادا مش قادرين نعملك حاجة خلاص المخرج بيقولي احنا بنقفل يعني خلاص الحلقة يعني لازم نسلم عليكو فانت عافيني الجدوى العشان ينزل ده بياخد وقت ودائما يكون معاك ألم وكشكول او فيه ناس بتصور بالموبايل وبكده احنا يعني معنا دقيقتين بس ما كانش ينزل فيهم جدول برضو ريجيم بس انا هقولك سريعا برضو عشان ما بيحبش ازاع الحد هو الريجيم كان بالنسبة لوجبة الغداء كان فيه عندنا يومين فيهم شربة وصلطة ومعاهم وابا فرخة او شريحتين لحمة وكان فيهم في النص سمك واربا معالي ارز وصلطة وكان فيهمين تانين فيهم فاخ او لحمة معاهم برضو نوعين شربة تانية شربة الخضاء شربة الكمب شربة العكس شربة الطماطم واخر يمكن عندنا تونة وصلطة وغيف السن معالي اتصال تليفوني من سامية ايو يا دكتور ايو اتفضلي انا مدام عندي اربعة وستين سنة وعلى المعاس اتفضلي يا مدام سامية وبعدين كنت بتحرك كتير واروح واجه الشغل وكده كل مرة بعمل ريجيم بخس ايوه انا بحاول امشي بس بقدرش امشي عشان عندي بطن كبيرة يعني طيب فمش عارف اعمل فيها ايه لو سمحت يعني تقولي انظام يخصف البطن بطني شكلها يعني مزر قوي هذا مدام سامية يعني طبعا يا مدام سامية ايت تابعينا دايما في كل الحلقة برجمات اللي احنا بنزلها دي مناسبة بالنسبة لوزنك لازم كل يوم تمشي اكتر من نص ساعة تمنات البطن احنا قلناها في اول الحلقة ممكن نستخدم بعض جلسات علاج السمنة الموضوعية مش لازم تعملها بطن حيث يعني لو انت ما عندكش قدر عليها لكن استخدام الليزر والموجات الكاومانسية والفوكس التساوند والكافيتش والحاجات دي كلها ممكن تساعدك جدا انها تقلل البطن لكن برضو لازم موضوع المشي ونصيحة اخيرا قبل ما نقف الحلقة ان يا جماعة موضوع سن المعاش ده عشان مش كل واحد يطلع المعاش يعي او يدخل او الكلام ده كله يعيد كل واحد يشتغل في اعمال خدمية اللي بسموه العمل العام من قبل ما يطلع من المعاش كده بسناتين تلاتة عشان لما يطلع يكون مطابد بجمعية خيرية مطابد بعمل عام ايا كان او بيقدم خدمة المجتمع وبينزله من البيت وكده وصلنا لاخر حلقتنا نشوفكم ان شاء الله ازبو عقا لخي موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة